مصادر تكشفوا ليسكاي نيوز عربية أن العقدة الرئيسة أمام إتمام صفقة تبادل المحتجزين تكمن بأن قيادة حركة حماس في الداخل وتحديداً زعيم الحركة يحيى السنوار نعم زعيمها لا يعرف بدقة أعداد ومواقع المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع بل ومن منهم على قيد الحياة هناك شفت المصادر أيضاً أن هناك عدداً من المحتجزين الإسرائيليين تحت سيطرة جماعات مسلحة أصغر لا تخضع لسيطرة حماس القياد في حركة حماس أسامة حمدان وفي مقابلة الله مع شبكة سي أن آن الألمكية قال إن لا أحد لديه أي فكرة عن عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين لا يزالون أحياء فكرة مشددة على ضرورة وجود ضمانات بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية في أي اتفاق مقبل ونقلت صحيفة وولد ستريت جورنال في تقرير لها أن تدهور الوضع الإنساني في غزة أدى إلى تأجيج استياء إنعام غير مسبوق في القطاع تجاه حماس خصوصاً مع استمرار تعثرهم الفوضات من رمالة معي القيادي في حركة فاتح مونير الجغوب ومعي من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة دكتور مخيمر أبو سعدة أهلاً بكم دعني أبدأ معك بداية دكتور مخيمر أبو سعدة في هذه التقارير وفي إقرار قيادات حماس بأنها لا تعرف شيئاً عن المحتجزين وربما من منهم الأحياء وأين يوجدون وما إلى ذلك يعني أين هي مسؤولية حماس بالنهاية؟ على أي أساس تتفاوض إذن؟ وكيف من شأن هذا أن يهدد مسار المفاوضات من أساسه؟ مساء الخير إيمان يعني واضح بأنه ثمانية أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهذا الدمار الهائل الذي أحدثت وآلة الحرب الإسرائيلية يعني أدى إلى مقتل بعض الرهائن وكلنا يعرف بأنه إسرائيل اعترفت فيها أكثر من مرة بأنه عدد من الرهائن الإسرائيليين قد قتلوا في مرات عندما حاولت إسرائيل إطلاق صراحهم وبسبب عمليات القصف ولكن أنا أعتقد أن جزء مما يحدث هو حرب نفسية تقودها حماس على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف الحرب ووقف العدوان على قطاع غزة دعيني أذكر بما حصل قبل أسبوع تقريباً عندما قامت إسرائيل ونجحت في استخراج أربعة من الرهائن الإسرائيليين يوم الثامن من يونيو من هذا الشهر قبل حوالي أسبوع وادعت حركة حماس في اليوم التالي بأن إسرائيل قتلت ثلاثة من الرهائن أحد هؤلاء الرهائن هو أمريكي الجنسية واليوم هناك حديث عن مقتل اثنين من الرهائن في مدينة رفح لكن هذه الورقة مقتل الرهائن لم تؤثر على إسرائيل بالمرة إسرائيل الرسمية ولا نتنياه ولا حكومته يعني هناك نحن نتحدث الحصيل الآن ثمانية عشر مسألة الرهائن وتحريرهم الأربعة خلال الأسبوع الماضية أو الأيام الماضية هذا أثار يعني انتقادات واسعة في الداخل غزة على حماس نفسها من خلال أنه يعني وضعهم ما بين المدنيين وفي خيام المدنيين هذا سؤال إلى غاية اللحظة تتهرب منه واستحقاق تتهرب منه حماس وربما يعود بنا إلى مسألة الامتعاض وازديادة ارتفاع منسوب الامتعاض داخل غزة على حماس أنا لا أختلف معك بأن حالة الامتعاض باتت عالية جدا ومنسوب الغضب الفلسطيني في قطاع غزة في أوسع مراحله لا نريد أن ننسى بأن قطاع غزة يتعرض منذ أكثر من ثمانية أشهر وأكثر الآن لهذه الحرب الإسرائيلية وهذا العدد الهائل من الضحايا والجرحة والدمار ولذلك هناك حالة غضب وأنا أعتقد أن الغضب كان بالدرجة الأساسية في الأيام الأخيرة له علاقة بعدم قبول حركة حماس لمقترحات الرئيس الأمريكي بايدن التي أعلن عنها في 31 من الشهر الماضي وتم إقرارها في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2735 حركة حماس تتذرع وتقول بأن إسرائيل لم تعلن قبولها لهذه المقترحات بشكل واضح ولكن في نفس الوقت كما قلت حماس لا زال لديها تعديلات ومقترحات واشتراطات عبرت عنها قبل يومين وهذا أعتقد أثار غضب الفلسطينيين الذين يتعرضوا لعمليات القتل اليومي ويعتبروا أن الوقت من دماء والوقت من أرواح الناس وبالتالي يجب القبول بالمقترحات الأمريكية ومن ثم التفاوض على باقي التفاصيل لأن إطالة أمد الحرب هو مصلحة لنتنياهو نتنياهو معني باستمرار الحرب وهو بالمناسبة نتنياهو لم يعلن صراحة عن قبوله مقترحات بايدن وقرار مجلس الأمن لأنه كان يعرف مسبقا أنه قد ترد حركة حماس بالسلب على هذه المقترحات وبالتالي هذا يعفيه من أي لوم من قبل الأمريكيين أو المجتمع الدولي ولذلك للأسف حركة حماس بعدم قبولها هي جعلت نفسها تحت ضغوط دولية وإقليمية هذا أولا وثانيا تحت ضغط الشعب الفلسطيني الذي يعاني جراء هذه الحرب وجراء حالة التجويع كذلك التي تحدث في مناطق قطاع غزة وخاصة في منطقة الشمال من القطاع نعم وهنا أريد أيضا قراءة للأستاذ مونير الجغوب في هذه التطورات هل برأيك أخطأت حماس التقدير من خلال رفضها الورقة الأخيرة لقوبل بامتعاد شديد وغضب ربما غير مسبوق ومتنامي في الداخل غزة نفسها انتقادات عالت صوتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام بشكل غير مسبوق وهل أيضا تخلت حماس عن مسؤولياتها تجاه المدنيين في غزة مساء الخير أهلا بداية خلينا نذهب إلى التذاكي الذي تقوم به حركة حماس يعني هو التذاكي ليس وقته وحركة حماس ليس لديها طرف وانتظار لاختيار أفضل شيء ممكن أن يقدم لها كل يوم يمر من هذه المقتلة والمذبح ضد الشعب الفلسطيني هي ساعة من عداد الدم على حساب الدماء الفلسطينية أنا أقول لك الشعب الفلسطيني ممكن أن يصبر ويتحمل إذا وجد أن هناك نتيجة ولكن ما يشاهدوه الناس الآن على أرض الواقع هو فقط انسحاب من قطاع غزة انسحاب المحور في الدلفية أهداف سياسية آنية ليس لها علاقة بالمعركة التي انطلقت وأهدافها التي انطلقت في السابع من أكتوبر أنا أعلم بأن دائما البدايات ليست مثل النهايات ولكن النهايات اليوم هي نهايات سيئة جدا الشعب الفلسطيني يدفع ثمن غالي انكشف سترو وانكشف عرض وانكشفت الناس في العراء الحالة المدنية في قطاع غزة صعبة جدا الكل يتساءل من أجل ماذا كل ذلك البعض يقول من أجل تحرير الأوطان ولكن الأوطان تم إعادة احتلالها من جديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي وكل من يحاول أن يوجه هذا النقد لحركة هماس يواجه بماكينة من الشتم ومن توجيه اتهامات العمالة للناس حتى أصبح الناس في قطاع غزة بعد 17 عام بالمناسبة أريد أن أذكر بأن اليوم هو 14 ستة هو ذكرى انقلاب حركة هماس في قطاع غزة وسيطرتها على قطاع غزة 17 عام من تكميم الأفواه قادت الناس إلى ما تشاهدونه الآن على كل حال يعني كما قلت يعني العالم لن ينتظر حركة هماس حتى تقبل واضح أن إسرائيل تعد خطة جديدة والولايات المتحدة تتجاوز قبول أو رفض حركة هماس هل يمكن تجاوز قبول أو رفض حماس قادر على إدارة هذه المعركة قادر على الاستمرار في حكم غزة بل ويستحضر معطيات تاريخية ويشبه ربما ما يحدث من غزة باستحقاقات وربما معارك كربلاء بعض يرا فيها مغالطات كثيرة ولكن هذا هو التصور يعني هو ما تحدث في وسائل إعلام هو قريب من عقلية السنوار يعني من يكتب الأخبار إذا لم يكن السنوار يكون على علم بما يفكر فيه أو على اطلاع على نفسه لا تنسي ست إيمان أن السنوار قضى في سجون الاحتلال فترة طويلة يعني الشاباك والمخابرات الإسرائيلية تعلم كيف يفكر وكيف يدير الأمور وهي على اطلاع على عقلية وبشكل جديد بالتالي تستطيع أن تصنع أي خبر ويكون قريب من تفكير السنوار بالمناسبة هو قد يكون يفكر بهذه الطريقة وأنا أعتقد بأنه هو جزء من هذا التفكير لديه ولكن أيضا عندما يتحدث أشخاص خارج قطاع غزة مثل أسامة حمدان الذي جاء في النشرة يقول بأنه لا يعلم ولا غير يعلم أين هؤلاء الرهائن موجود إذن هذه إشارة لمن؟ هل إشارة لإحتلال حتى يزيد ضغطه على الحالة المدنية في قطاع غزة؟ من هنا أقول هذا التذاكي الغبي في التعامل مع القضايا السياسية الهمة هو لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية أنا أقول لك اليوم الناس يعني كل همها هو إيقاف هذه الحرب كيف ولماذا ولأي أهداف وأين سوف تأخذهم ليس كثير مكترثين الناس في حالة الموت الموجودة في الأهداف التي وضعتها حركة حماس حركة حماس تعتقد بأنه بعد هذه المواجهة تريد أن تذهب إلى انتخابات تريد أن تعيش حياة عادية في قطاع غزة تريد إذا كل العالم يصف حركة حماس بأنها حركة إرهابية وبأنه لا يريدها جزء من قطاع غزة هذا ليس سيبك من الولايات المتحدة ومن إسرائيل ضعيهم على جانب حتى الناس التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وحماس تتغنى بهذا الاعتراف قالوا بأنهم لا يرغبوا بحركة حماس ونعتوها بأنها حركة إرهابية بين قوسين حتى لا يسجل عليه هذا الموقف بالتالي حركة حماس تعني تعرف جيدا بأنه ما بعد الحرب ليس كما قبله وأنها بالتأكيد قد تكون موجودة على أرض الواقع كجمهور ولكن كحركة سياسية موجودة بشكل جزء طبيعي أعتقد ذلك لن يكون والعالم أيضا كما تشاهدون لن يسمح به دكتور مخيمر هل هذا حقا واقع في إدراك حماس وهل حماس هي نفسها موحدة خاصة أنه في ظل ربما هذه الإشارات في ظل التصريحات في ظل التسريبات الأخيرة البعض يفيد أو يرى فيها انقساما بين القيادات وربما حتى أن الاحتقان الحالي في الداخل الفلسطيني من شأنه أن يؤدي وهل من شأنه هنا سؤالي إلى تحييد السنوار على أساس أنه يتفرد بالقرار بقرار الحرب والسلم وهو لا يرغب حقيقة في إنهاء هذه الحرب يعني إيمان هناك بعض الإشارات التي التقطناها قبل عدة أشهر من قيادات حركة حماس وخاصة عندما أعلن إسماعيل هنية عن قبول حركة حماس بحل دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمة القدس أو حل الدولتين إنجاز التعبير أعتقد أنه كان هناك بعض الإشارات التي تؤكد بأن حماس تعرف تماما أنه لا يمكن لها أن تحكم قطاع غزة بعد أن تنتهي هذه الحرب قطاع غزة بحاجة إلى أموال طائلة من أجل إعادة البناء وإعادة الإعمار ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم المجتمع الدولي من وجهة نظره بإعادة بناء قطاع غزة في ظل حكم حماس أو في ظل وجود حركة حماس كحركة سياسية ولذلك المخرج لحركة حماس هو أن تتحول إلى حزب سياسي وتندمج في منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أما بدون ذلك سيكون على حركة حماس الصعب حتى البقاء كحركة سياسية صحيح وأنا أتفق مع الأخ مونير بأن حركة حماس كحركة جماهيرية لا يمكن القضاء عليها وكحركة إيديولوجية لا يمكن التخلص منها ولكن كذلك هناك مستجدات في الواقع السياسي الفلسطيني والإقليمي لا أعتقد أن حماس يمكن أن تتجاوزها ولكن للأسف يبدو أن لا زال هناك بعض القيادات في حركة حماس لا يمكن أن تتجاوزها ولكن هل يمكن أن تقف عقب أمامها فيما يتعلق لنا حتى بعض الأصوات سمعناها من داخل غزة تقولهم لا يتفوضون عننا بل يتفوضون من أجل مصالحهم كان هناك إشارات حتى من داخل إيران ومن قبل المرشد على أساس أنه أوقف مسار التطبيع في المنطقة وبالتالي هناك دلالات عن الأبعاد فيها اللي أقحمت حماس نفسها فيها هذا المسار كان من بين شروط وتصورات الدولة الفلسطينية هذا في جواب ربما لمن يعطي مبرر إحياء القضية الفلسطينية وإنعاشها على مستوى المجتمع الدولي وبالتالي هل أخطأت حماس في هذا التقدير هل تتفوض من أجل مصالحها هل يمكن أو تتفوض حتى للعودة للسادس من أكتوبر أو صباح السابع من أكتوبر لا أكثر من ذلك هناك مجموعة من النقاط أولا دعيني أقول بأنه حتى اللحظة على المستوى الإسرائيلي لم نسمع قبول من نتنياهو بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي تحدث عن حل الدولتين ودولة فلسطينية هذا أولا ثانيا على مستوى حماس نحن نعرف بأن جزء من المفاوضات الجارية ليس لها علاقة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأن لها علاقة بمستقبل حركة حماس كحركة سياسية تريد أن تحافظ على وجودها وعلى بقاءها السياسي في قطاع غزة وكأن ما حصل على مدار أكثر من ثمانية أشهر ليس بهذا الشيء الكبير لهذا السبب هناك تعنت وهناك إصرار من جانب حركة حماس على الانسحاب من معبر رفح والانسحاب من محور فلاديلفيا والانسحاب الكامل من قطاع غزة وهو حق فلسطيني ومفترض أن تنسح بإسرائيل ولكن جزء من ذلك له علاقة بمستقبل حماس السياسي ولكن دعيني أضيف نقطة أخرى هنا وهو ما أثير في الأيام الأخيرة عن إمكانية تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية مع حركة حماس بشكل منفرد عن إسرائيل من أجل إطلاق صراح الرهائن من جنس الذين يحملون الجنسية الأمريكية وأنا أعتقد بأن هنا سوف تطالب حركة حماس بضمانات لها علاقة بالاعتراف الدولي بحركة حماس ولها علاقة باليوم التالي للحرب بمعنى حماس تريد أن تحافظ على وجودها كحركة سياسية تحكم في القطاع وبالتالي يبدو أن هناك بعض المؤشرات التي تفيد حتى على الرغم من تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لحركة حماس بأنها حركة إرهابية إلا أنه يبدو حتى الإدارة الأمريكية لا تريد أن تتجاوز حماس نهائيا وهذا ما أكد الدكتور موسى أبو مرزوخ في أحد مقابلاته عندما قال بأن حركة حماس موجودة في قطر بإرادة أمريكية أريد تعقيم سيد مونير عليها وهل نحن إزاء صراع السلطة هل تقف هذه الحسابات التي تحدث عنها دكتور عائقا أمام التوحيد للفلسطينيين وأيضا أمام مصار الدولة أمام صراع السلطة بالنسبة لحماس شعبيتها المتأكلة داخل غزة لكن بصفة عامة حتى بالنسبة للفلسطيني هل لديه بديل لأن السلطة الفلسطينية نفسها شعبيتها متأكلة؟ بداية السلطة الفلسطينية ليست كما يقال شعبيتها متأكلة هذا موضوع أعتقد ليس فيه دقة ولكن في كل الأحوال لا يوجد أحد الآن يملك أوراق قوة هكذا أستطيع أن أقول أما تأكل شعبيات ونمو شعبيات فهذا الموضوع فيه قليلا بحاجة إلى دراسة أكثر من ذلك وتعمق ولكن هناك احتلال يسيطر على كل الأراضي الفلسطينية يحاول أن ينزع الشرعية عن كل شيء سوف يأخذ الفلسطينيين باتجاه آمالهم وطموحاتهم لاحظ يا سيدتي كل ثلاث شهور هناك استطلاع رأيي يقول لك فلان شعبيته صعدت إلى السماء وفلان هبطت وكذا وعندما تعود إلى هذه الاستطلاعات تذهب باتجاه خدمة أهداف معينة وتجد مراكز الاستطلاع هذه تتلقى كل أموالها من أين؟ مليو أسئد الأمريكي هو الذي يتعم هذه الاستطلاعات وبالأغلبها تكون غير دقيقة في كل الأحوال حركة حماة منذ 17 عام أصبحت عقبة حقيقية أمام إتمام المشروع الوطني الفلسطيني بسيطرتها على قطاع غزة وقد ساعدها بهذه السيطرة الاحتلال الإسرائيلي بطريقة أو ما عن طريق إدخال الأموال عن طريق فتح المجال ليكون لها معابر خارجية مع جمهورية مصر العربية عن طريق قطع العلاقة ما بينها وما بين الضفة الغربية بشكل كامل أو شبه كامل إلا فقط البضاعة التي تدخل إلى هناك بالتالي للأسأل تاوقتي أعذرني على المقاطعة ولكن تاوقت هذه المقابلة شكرا جزيلا لكم ولكن عموما الفكرة واضحة منير الجغوب إذن القيادة في حركة فتحك وتمعنا من نرام الله شكرا لك أشكر ضيفي من القاهرة أستاذ علوم السياسية في جامعة الأصهر بغزة دكتور مخيمة الأبو سعدان